السلام عليكم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم في قناتكم مطبخون فيزا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله سنقدم لكم دجاج للعراضة كي يجيزون بزاف لديد وبنين ويحمر الوجه مع الضياف وهذه المرة سنقدم لكم بطريقة مختلفة بوحدة تبيلة اللي كتعطي بنا رائعة وكيف ملعة دا دائما كنقدم لكم دجاج بطرق مختلفة هالطريقة هادي بسيطة لكن كي يجي بها الطبق هائل رائع ولا أرواع انا متأكدة غاي عجبكم وغا تحمقوا عليه إلا طبعا جربته بهالطريقة هادي كي يجي هائل ش هو منه ولا أرواع كيف مما غا تشوفوا معايا المكونات بساط بزاف كانت منا جربوا هاد الوصفة بنفس هالطريقة اللي غا تشوفوا معايا وانا متأكدة غا تعجبكم الزفقة معايا بيش تشوفوا جميع المراحل من الأول حتى الآخر الفيديو على ببركتي الله أول حاجة غادي نبدأ بها هي تطبيلة بسم الله هنا عندي جوج دامتي زعفران إلا كان عندكم زعفران شعره متوفر من الأحسن ستعملوا بلاس دامتي زعفران وغادي ندير الملحة حسب الضوق تمحوا لي هنا تمسح لي جزء من الفيديو انها درجوج معا القصغار عامرين تسكن جبير نفما كتعرفوا قاعد جيج يبغي تسكن جبير شوية بالزايد عمارة من الفلفلح الرغبرة نص معا القصغيرة من البزار معا القصغيرة من الكامون بدر تمعا القصغيرة من العطرية ديال الجيج وده بغا ندرجوج معا الققبار اللي معدنوس مقطع وجوج معا الققبار من شرمولة القصبور ونسيت ما قلت لكمش في الأول باللي راني حكي ثلاثة ديال الدروس ديال التوم ضفت تقريبا واحد ثلاثة دل مع القكبار ديال الماء وغادي نخلط جميع المكوينة مزيان حتي نسجمو مع بعضهم إلا كان عندكم سمن ضيفو غي شوية منو ما تكتروش بزاف ديرو تقريبا ربع معلقة صغيرة إلا ما كان سمن متوفر وكانت الزبدة عندكم متوفرة ديرو معلقة كبيرة وخلطو كل شي مزيان يعني قاع المكوينة تتخلط مع بعضها وبعد ما خلط قاع المكوينة مزيان بديت كاندهن فجاج كاندهنه من بره ومن الداخل بها الطريقة هادي ودي ما دخلو تتبيلة ما بين الجلد واللحم باش كيجي الدجاج ديالكم بنين والديد وبعد ما دهنتهم مزيان بجوج بهم تمعت ليهم رجيلات باش مليطي بكي يبقى مجموع غنعاود نأكد عليكم دائما دخلو تتبيلة ما بين الجلدة واللحم بها الطريقة باش كيجي الدجاج لديد بعد ما كملت غنلوي الدجاج فورق الطبخ غنعاود نلويه في الاليومينيوم غنضخلو الفران ونخليه يطيب على خاطره واحد الاقتراحي لكي عندكم فران ما كيطيبش مزيان ديروهم في الكسكاس يطيبو ومن بعد عد حمروهم في الفران اولا كي نقتراح اخر سفتوهم الفران دلحومة كيطيبوهم مزيان ما كتبقيش مصد عراسك كل مرة طلع له كيجيو هائلين غنضخل الدجاج للفران اللي استخنت من قبل ونخليه يطيب على خاطره حتى يطيب مزيان وبعد ما يطيب غد ندوز للتقديم وبعد ما طاب الدجاج عريته له وحمرته من الجهتين تحمر مزيان حتى اخذ اللون ديالو منسبة للتقديم خذو اي حاجة متوفرة عندكم سواء بلاتو كبير او لا تبصيل كبير انا اخذت بلاتو كبير وفرشت ليه بلاستيك غدائي وضعت فيه الخص اللي مخصول ومن الشف من قبل وهنا وضعت بططة مسلوقة خليتها حتى بردات وملحتها شوية وزيت عليها شوية دل بزار وبعد القطارات ديال الخل وشوية دل مايونيز خلت كل شي مزيان وضعتها على الخص وزيت رافقت الطابق بشوية دمطة شم ملحة والخيار الخيار ملحته ودرت ليه شوية دل بزار والخل وشوية دل مايونيز وهنا يا عندي اللوبية اللي فورتها من قبل وش رملتها يعني صوتيتها في المقلة بحل اللي كندرت معاكم في الفيديو السابق للكم الرابط ديال الفيديو السابق في صندوق الوصف شوفوا الطريقة كيفاش صوتيتها وفي هاتباسلات درت تكتوكا او لازعلو كلها ووش كيسميها وزيت رافقت بشوية ديال زيتون الحار وخيزهم شرمل حتى هو صوتيتو في المقلة بنفس طريقة دل لوبية بنسبة الدجاج ما خرجتم الفران حتى وجه الطبق باش يبقى في نفس الحرارة دالو يبقى سخون زينتو بش رائح الفرماج او لالفرماج لساندويش زينتو بهالطريقة المبساطة تزين دائما كيبقى اختياري زينو باي حاجة متوفر عندكم وزيت جوشت بيصلات من الشلدة دل روز الشلدة دل روز مع زيتون مقطع وهذا هو الطبق دل عراضة بنهار اليوم كيجي رائع بزاف لديد بنين يا سلام كيستحق تجري بتكون فعلا انا متأكدة غاي حمر لكم وجهكم قدم ضيوفكم وقدم العائلة ديالكم لان فعلا كيجي هائل المدق ديالو لديد بزاف بنين بلا قياس كنت منتدعم الفيديو باللايك والبرتاج هذا فضلا وليس امرا وما تنسا واشتركوا في القناة بيجدي ما يوصل لكم الجديد وشكرا بزاف على تشجيعات ديالكم وكنشكركم بزاف على الكومنترات الزوينين ديالكم شكرا لكم بزاف والى الوصفة القادمة ان شاء الله مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم